في سورة البقرة إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين والحديثة النبي صلى الله عليه وسلم بيَّن فيه علامةً من علامات محبة الله للعبد ومن علامات إرادة الله بالعبد الخير قال من يُرِد الله به خيرًا يُفقِّه في الدين يخلِّك تفهم دين الإسلام لا نلعما إلا لن نحن شايفنا هذه الآن زي ما ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى الذي يقع في المعصية إما أنه جاهل يُعلم وإما أن شهوته وهواه غلبت عقله فوقع في المعصية هصدوا لعصى الله ذا سبحانه وتعالى واحد من اثنين ما في ثالث يا جاهل بإنه دي معصية ما شوقع فيها زي كثير من الناس يقعوا في المعاصي وبعدين يتساهلوا إيه تتجي تنكر عليه ونقول لك لا ما تشددوا شدد في شنو التشدد دا جماعة والتشدد دا ما معروف التشدد والتنطع إلى آخره والغلو زول صلى الحد ويتجاوز دا مش شدد ودا متنطع لكن زول واقف في الحد لا بزيد لا بنقص دا زول على الحق وعلى الوسط وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا أمة وسط بين الغالي والجافي وأمة وسط بمعنى أنهم عدل أنهم على العدل لا على الظلم والجور فمن علامات إرادة الله بالعبد الخير أن يوفقه لطلب العلم تعرف دين الله سبحانه وتعالى تدعلم مش تعرض عن الدين والله وأي زول فيه كبر فيه تكبر دا ما بيدعلم في الدين ما بيدعلم دين الله سبحانه وتعالى والدليل في سورة الأعرف قال الله تعالى سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا فكون الزول يا جماعة يجلس اسمع الآيات واسمع لحاديث والله يدعى لها مدخر إنت أشكر الله عليها واحد وحاديث صحيح في صيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا في المسجد يحدث أصحابه فدخل ثلاثة نفر في ثلاثة جداخلين المسجد فوجد أحدهم فرجة فجلس فيها واحد يسمع لقال له محل فاضي قريب دخل يسمع واقترب ونظر الثاني فاستحيا فجلس خلف المجلس يسمع من بعيد يسمع ونظر الثالث ثم أعرض الثالث دا تراه عاينوا بكمارك وأعرض فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم بنبأ النفر الثلاثة قالوا بلى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أما الأول فأوى إلى الله فآواه الله أوى إلى الله فآواه الله وأما الآخر فاستحيا فاستحيا الله منه دا في وخير يسمع من بعيد والله ما في ناس بلاوزه لكن في نها في وخير دار يسمع الدين استحيا فاستحيا الله منه أو شايف نفسه وصاحب زنوب ومنكسر يقول لنا النازل ما بشبهون ودار الدين ومع إنه عند الله يمكن أفضل من فلان وفلان لكن قال لك استحيا فاستحيا الله منه دا برضو في وخير وأما الآخر أي الثالث فأعرض فأعرض الله عنه معرض عن الدين لا يريد سماعه ذلك قال الله تعالى فأعرض عن من تولى عن ذكرنا ولم يريد إلا الحياة الدنيا ذلك مبلغهم من العلم إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى وقال تعالى في القرآن ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون وقال سبحانه ومن أعرض عن ذكري فإن له مئيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال ربي لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى ونحن والله بنجي المكان ده وغير من الأمكنة والله يتقبل ما قاعدين نجي عشان نزهج الناس من الدين ولا جايين نحك رمزية ولا جايين عشان نشتم فلان أو علان أو نغضب فلانا أو إلى آخره وإنما القصد يعلم الله تعالى القصد أمرا الأول الثواب والأجر من الله تعالى والأمر الثاني خوفا على الناس نريد الهداية للخلق وديرنا نسلك الصراط المستقيم ولا يبقى مع أي حزب ولا مع أي جماعة شكراً لقيت ما عرف أخونا أبو أنصور يمكن جاوب بعض الأسئلة تكون متكررة لقيت من ضمن الأسئلة أي في سؤال قال ما حكم الانتماء إلى جماعة أنصار السنة المحمدية ده سؤال من الأسئلة حكم الانتماء لأي جماعة من الجماعات أنه لا يجوز ما بجوز تبقى مع أي جماعة لا أنصار سنة لا صوفي لا الصوفية لا جماعة الإخوان المسلمين لا السرورية التكفيريين دواعش ولا حزب الأمة ولا شنوكة الدموقراطي بل حزب الاتحاد الدموقراطي ولا حزب التحرير ولا 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 كل شعارات ولخبطة ومخالفة لشرع الله سبحانه وتعالى ما هذا بجوز مع أي جماعة أبقى بس مسلم مستقيم الدليل شنو قال تعالى في القرآن شرع لكم من الدين والآية ذي ذكر فيها أولي العزم الخمسة قال شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله يجتبي إليه من يشاء إلى آخر الآية وقال تعالى في القرآن في سورة الأنسانية إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء وقال في سورة المؤمنين يا أيها الرسل كلوا من الطيبات وأعملوا صالحا إني بما تعملون عليم وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون فذرهم في غمرتهم حتى حين إلى آخر الآيات وقال تعالى وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشِرْكِينَ من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون وقال سبحانه وأن هذا صراطه مستقيما فاتبعوه وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِي ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ إذا أنك تبقى حُر بس أبقى مسلم مستقيم على الكتاب والسنة وما كان عليه الصحابة رضوان الله تعالى عليهم ونحن فصلنا في أماكن أخرى استراجعا طيب